في تمام الساعة الحدية عشر من ظهر اليوم اجتمع أهالي الأسرى أمام مقر صليب الأحمر في مدينة رام الله عاهد رداد من قرية الصيدات والكرم شقيق الأسير معتصم رداد الذي يعاني من ست سنوات من مرض السرطان معتصم عتقل طبعا خلينا نحكي عن اعتقاله معتصم عتقل في الـ2006 12-1-2006 معتصم بدأ يعاني من 2008 في المرض والآن هو يعاني مرض السرطان والقلب وضغط في الدم وتشنجات في الرأس والسكر والأزمة وكل هذه الأمراض موجودة في معتصم ومعتصم الآن هو في حالة الخطر مكث في سجن مستشفى الرملي بما يسمى سجن مستشفى الرملي أربع سنوات تحت العلاج والتجارب علاج التجارب ولكن كشف معتصم عن نية مبيتة لقتله فقرر الخروج من هذه المستشفى إلى السجون إخرى حتى يتوفاه الله بين إخوانه فوقع على ورقة مع إدارة مستشفى بما يسمى مستشفى الرملي أنه يريد الخروج ووافق له والآن هو موجود في سجن هدريم بين إخوانه في حالة الخطر هذا الاعتصام الأسبوعي يأتي ليحمل آهات ونداءات أمهات الأسرة المطالبات بإسال رسالتهم ورسالة أبنائهم من خلف القطبان إلى العالم أجمع من خلال الصليب الأحمر الدولي ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة سن ربيع بمثل لجنة هاري أسرة من أبو ديس كان عندي أربع أسرة محررية أولادة هلكيت ابن ابني حاليا فكان عندنا مسيرة في أبو ديس يوم الجمعة 19 أربعة مسيرة سلمية طبعا فكان الشاب هذا اللي كان ماشي بالشارع نزل بالشارع نزلوله الجيش اعتقلوه بعد ما اعتقلوه حطوه بالجيب بعد ما كان بالجيب نزلوه عملوه درع بشري أمام المظاهرة وحاليا معتقل في سجن عوفر أنا أم أسير أسير ناجع رار في سجن ريمون من كراو بنزيل محكومة 18 عام قضى منه 2-5 وكمل 6 سنين من أربع سنين صار عنده ورم والورم هذ أخذو على سجن الرملة وأخذو منه عينة حكولوا بدنا نعمل لك عملية وهس من أربع سنين وإحنا نطاد ما خلينا لمؤسسة ولا حقوق إنسان ولا صليب ودعينا للرئيس أبو مازم يتدخلوا فيها العملية يعملولوا إياها بعد عناق شديد يعني ما خلينا وإلا أحكينا حكوا يعطوهما وعد منتوب من هين لآخر أربع يكون عامل العملية مبارح بتفاجأ رح تزور مبارح مركين إنه عامل العملية يعني مرتاح رح تبقى سأل فيه بكل شو صار معك بكل ولا حدا فات علي ولا حدا شافني وأنا زي ما انت شايفتين يعني زي شاب واحد وثلاثين سنة وطيح في ثلاثين سنة عمره يعني منهار وضعه الصحي تعييس لدرجة وما حدا شاعر فيه خاصة في ذل تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرة في الأوينة الأخيرة والمرضى منهم بشكل خاص ما بين دموع الأمهات وحسرات الأباء تقف الكلمات عجزة عن التعبير ففي هذا المعتقل فلاذة كبد ينتظر الموتى بين رفاقه وفي تلك الزنزانة أخ وولد وحفيد وأب يصارع المراض على أمل لقاء وفرج قريب من أمام مقر صليب الأحمر السهر رماوي لصوت الغدل فلسطيني موسيقى